إذ أجرت قوة بحرية مشتركة من العراق والكويت والولايات المتحدة مناورات وتدريبات أمنية في مياه الخليج العربي بحسب ما نشره موقع ديفيدز المعني بنشر نشاطات الجيش الأمريكي حول العالم وبحسب الموقع فأن التدريبات البحرية المشتركة أجريت في الخامس والعشرين من الشهر الحالي ضمن المياه الإقليمية لمملكة البحرين حيث يقع مقر الأسطول الخامس للجيش الأمريكي فيما أكد المشرف على العمليات السطحية في الأسطول النقيب روبرت فرانسيس أن هذه المناورات تظهر الالتزام المشترك للدول الشريكة بحماية البحار